استفدت من الكابتن جوهري لا كتير والله كابتن مصطفى يعني كتير جدا الكابتن جوهري استفدت منه في مشواري كلاعب كرة وكمان في المجال التدريب لما اتجهت للتدريب كابتن محمود الجوهري هو بيعمل المعادلة الصعبة انك بتحترمه جدا وفي نفس الوقت بتحبه جدا يعني الحتة دي انك بتخاف منه مش بتخاف منه تعمله حساب وبعدين هو ما بيسيبش اي اي كبيرة وصغيرة اذا كان في معسكر او او تحضير المباريات احنا كالعباء بنشوف ده يعني احنا بنشوف وهذا زكاء مدرب ان يخليك تحبه عاوز تطلع كل اللي عندك عشان خاطره ده صحيح فهو كان قبل لنا وكان في نفس الوقت مدير فني اكتر من رائع تحضير المباريات اللي كان بيعملو كابتن جوهري من 20-30 سنة المدربين دلوقتي بيعملوه ولكن هو كمان الامكانيات بالنسبة له كانت دياء قوي يعني كان يواج يتفرج على المباريات 90 دي احنا مره تراجنا على شوت بالبطيق 45 دي اه اه ما انا لسه كنت هاولك يبلوكو الماتشي تبقى لعب ماتشي وحش قوي ياخد لك احسن حاجة في الماتشي ومنتجها ويعرضها لك وانت خسران يقولك شفت احنا كواسين يديك ثقة غير عادية بالزبط ولما بيكون بقى كواس قوي يجيب لك الحاجات الفاتصانة عشان يخليك تفوق لنفسها هو دايما كابتن جواري ما كانش دايما عنده حاجة مهمة جدا مش عايزك تفرح لدرجة انك تنسى المشوار هذاك تركز على طول بالزبط اه كسبت المباريات وانا بتكر ده تم بارات مبارات ساحل العاجل المبارات اللي وصلتنا دوء قبل النهائي دربات الجزاء اه كنا انت شدت ضرب الجزاء اه طبعا وكان موضوع صعب جدا لكن الحمد لله ربنا كرمنا احنا كنا عاديين في المكان داية جدا فروحنا احتفلنا وبتاع يوميها على طول اه خلاص انا هسيبكم النهاردة بس لكن من بكرة الصبح ترجع تاني احنا رسى عندنا مبارات قبل النهائي لازم نفكر فيها فكان على طول كابتن جواري كان اه يعني دايما بيفكر فيه اللي جاي بشكل اه رب الله يرحمه طبعا طيب انت لعبت الدرجة الاولى كم سنة في نادي الأهل انا لعبت حوالي سنتين سنتين وشوية اقتي فيهم كم بطولة دوري وكاس وكان فيه اسمه الافرو اسياوي كان فيه بطولة اسمها الافرو اساوية كلنا دي كانت اعتقد فيه اليابان حققت تقريبا ثلاث او اربع بطولات اربع بطولات انت راضي عم مشوارك في النادي الاهلي اكيد اكيد يعني انا انا فخور طبعا ان انا من واحد يتربى جوه جدران النادي الاهلي وانا عندي عشر سنة او احداشر سنة اه الناس كتير قالت انها اه ملعبتش كتير في النادي الاهلي لكن اللي انا خدت تعلمت اللي انا تعلمت في النادي الاهلي سواء على من نواحي الفنية او من ترتيب شخصية البناء ادم نفسه ده شيء انا بابتخر به دايما ودايما النادي الاهلي بيتي ودايما فخور في وقت من الاوقات اني دايما في كل نادي بروحه يقولك ده قادم من النادي الاهلي يعني انا فاكر مباراة كنا باللعب مسلا في فريق نيو شاتل كنا باللعب فريق كبير انا فاكر موزيق كان بيتكلم على هاني رمزي اللي جاي من مصر من النادي اللي اسمه النادي الاهلي وكان لعب كاس عالم فدايما اسم النادي الاهلي مذكور في كل المحطات دايما كبير يا اهلي اه طبعا دايما كبير يا اهلي طبعا